الله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار إلى ختاما لكتاب صفة القيامة قبل الكلام مع صفة الجنة وصفة النار روى المصنف بسند حسن عن سلم معز بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه معز بن أنس الجهني عن معز بن أنس الجهني رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه أبو عيسى قال هذا حديث منكر ولكن أنكر عليه العلماء لماذا هو منكر لأن الحاكم رواه وقال صحيح الإسناد وأيضا بيهاقي صححه ورواه أبو داود عن أبي أمام أيضا في سنة القاسم عبد الرحمن الشامي تكلم فيه غير واحد لكن ما فيه أي داعي للنكارة في قول التلميدي هذا الحديث المنكر عمتنا هذا الحديث فيه دلالة خاصة على مساءات الإخلاص وأن المرء يعني يرتفع عند ربه وتستكمل درجات إيمانه عندما يخلص لله إخلاصا تاما كما قلنا دائما التفاتة القلب لغير الرب مهلكة التفاتة القلب لغير الرب مهلكة لأنه نوع شرك فلذلك يكون فيها الأمر صعيب أما من أدام النظر إلى الله جلالفعلان والتفت قلبه لربه بجمعيته وما أراد إلا وجه الله الكريم ما تقدم ما تأخر ما مرتفع ما أعلى ما أعطى ما منع ما تكلم ما سكت إلا لله جل فعله كان الله له كان الله له فكان من أعلى الناس وأرقى الناس منزلة عند الله جل فعله ومن أكمل القلوب إيمانا قلب التفت لربه ولم يلتفت لغيره لذلك قال ما أعطى للمحب لأنه يحبه وما منع لأنه يبغضه ما أعطى لله وما منع لله يعني ما أعطى إلا لله جل فعله ما أعطى إلا ابتغاء وجه الله الكريم قال ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المرآة ومن السمعة قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به فمن أعطى فمن أعطى علما لله فمن أعطى صدقة لله من أعطى ابتسامة لله من أعطى لله هو يقصد بالعطاء رضى الله جل فعله من أعطى لله ومنع لله يعني لما أعطى أعطى رضى لله جل فعله ولما منع منع لله جل فعله ما منع انتصارا للنفس وما منع أمرا يعني فيه ما فيه ما أعطى إلا لله جل فعله وما منع إلا لله جل فعله الأمر المحرك الرئيس له هو رضوان لله جل فعله وأحب لله يعني ما أحبه إلا لله فهو يحبه لأنه يدل على الله يحبه لأنه يحمل شريعة الله يحبه لأنه يتكلم عن الله ويتكلم عن رسول الله هكذا كانت محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا محبتنا لعلمائنا نعم في هذا الباب فقال من أعطى الله ونعن الله وأحب لله حتى ما أحب زوجته إلا لله وأحبها لأنها زوجته مع الميل الجبل الموجود لكن أحبها للخصار الحميدة التي فيها من حبها لله من عبادتها من مصارعاتها في الخيرات من قلبها الذي يتوكل على الله من دعائها ويترجل الله جل فعلا فيحبها من أجل ذلك من أحب الله وأبغض لله يبغض لأنه خمارا لأنه رجل سكير عربيد مثلا يبغض لأنه رجل نمام يغتاب أهل الخير والفضل نعم فهو أحبه لله جل فعلا نعم وأبغض لله فقالبه لم يمل لم يتحرك إلا لله جل فعلا ما أراد إلا الله في الأعطاء والمنع والمحبة والبغض و لذلك قلنا يعني كيف تكون العدوات على الأساس المخالفة أو الموافقة كيف كيف تكون العدوات على مسألة الهوى المتحكم كيف من أراد الله أراد الله له ما يريد ومن صرف بحول الله وقوتي أهلنا له الحديد ما يحركك إلا رضى الله جل فعلا واجعل نفسك هكذا لا تتحرك إلا بالله جل فعلا ولله ومع الله سبحانه جل فعلا يجعل كل شيء بجمعية القلب لربه جل فعلا خالصا لا يشوبه شيء قال وأنكح لله يعني وتزوج لله عفى المرأة وينتوي إرضاء الله جل فعلا مع حبه لها الشديد لكنه أيضا ينتوي نية أن يتعاون مع البر والتقوى أن يستخدمها لردوان الله جل فعلا أن يسحب سحبا إلى ردوان الله أن تسحب سحبا إلى ردوان الله جل فعلا فهذا الباب كله على الخير في هذه المسألة أن جمعية القلب أن جمعية القلب لله جل فعلا وأنكح لله فقد استكمل إيمان استكمل عرى الإيمان فقد استكمل إيمانه والمعنى أنه ارتقى المنازل العلا فكل هذه المفردات كلها تجتمع في نقطة واحدة ميل جمعية القلب للرب وحده لا شريك له الإخلاص لله لفعله وهو معناه دوام النظر لله دون غيره دوام النظر لله دون غيره سبحانه وجل فما تراه يبتسم أو يضحك ما تراه يعطي أو يمنع ما تراه يتحرك أو يقف ما تراه يقاتل أو يداري إلا لله المحرك الرئيس له ما الذي يرضي ربي فقط كما كان الصحابة يفعلون ذلك أخذ الراية من أجل أن يعطيها لخالد بن وليد إرضاء لله جلال فعلا خالد بن وليد ترك الإمارة برمتها لما عزر أعوان الخطاب إرضاء لله وصار جنديا في الجيش الإسلامي إرضاء لله هكذا المسلم إن كان في المقدمة كان في المقدمة وإن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في القلب كان في القلب إن كان في الأجنحة كان في الأجنحة هو حيث ما وضع من أجل الله لذلك أسان وحال المؤمنين في كل التوارق والقوارع والصوارع يقولون يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وهذا حديث عظيم جدا فيه تربية القلب لإمالته للربي تربية القلب لإمالته للربي سبحانه وتعالى ختم الباب بحديث أبي سعيد الخدري وما أروع هذا الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف لوجود أعطي العوفي على الحديث فيه أعطي العوفي أعطي العوفي المتفق على التضعيف وأيضا هو فيه فراس فراس عن عطية وفراس فيه بعض الضعف لكن لا تعصب به الجناية يعني لا أضعف الحديث به ومع ذلك قال التلميزية حديث صحيح قال أول زمرة أو أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلة من الذهب والفضل والألماس والأحجار الكريمة يبدو مخساقيها من ورائها يا لله بياض ليس بياضا عذا فيه ما فيه من العلو في هذا الباب قلت مسألة سليمان لابد أن تعلم أن الله سخره له وأمره بذلك هذا فارغ بعيد بين إنشاء سفقه ومعسع بين هذه وتلك نعم هنا في قول أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر هؤلاء الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا سبقة عذاب لأن الحديث يفسر بعضها بعضا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعون ألفا أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا سبقة عذاب فلما باتوا يدوكون واحتاروا من هؤلاء قام أليهم من الله سلم وجلى لهم الصفات قال لهم هؤلاء الذين لا يسترقون لا يترقون الرقي رواية لا يرقون رواية شازة ليس بصحيحة لا يسترقون ولا يتطيرون قلوبهم موحدة بالتوكل ولا يتطيرون قال لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون لأن في الكي ألم والألم تحمله لعلاج بعيدا ما للقلب فيه ما للقلب فيه ذاك عمران قال كان يسلم علي يعني من قبل الملائكة حتى اكتويت فامتنع السلام فرجعت يعني طبت وأنبت وما اكتويت فرجعت فرجع السلام فرجع السلام قال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون شوف قمة التوكل في القلب بأن القلب لم يلتفت لغير الله جل في علاه على صورة القمر لا يترباد في الهاتر يمسك أولهم يمسك أولهم بآخرهم وهذا يدخل أول لا يدخل إلا ما يدخل الآخر طال ومع كل واحد منهم سبعون ألفا يدخلون أيضا الجنة وهذا عطاء الله جل في علاه بل حسب كفية ثلاث حسيات حتى تكبر المصنون تكبيرا عظيم والثانية على لون أحسن كوكب أحسن كوكب دري في السماء يعني أيضا يتلألأ لكن شوف الفارق بين القمر وبين الكواكب شتان شتان بين القمر وبين سائل الكواكب شتان شوف القمر عندما يكون في رابعة عشر يكون مستنيما مستديرا فشتان بين القمر وبين سائل الكواكب الكوكب الدري لامع نعم لكن أين هو من القمر شوف الدرجة كيف تفرق الدرجة كيف تفرق اللهم اجعلنا في الدرجة العلاء يا رب العالمي قال لكل رجل منهم زوجتان وطبعا الشهيد له سبعون وهم يكون أكثر من ذلك لأن هناك من يكافأ بحور العين كالذي يغزم غيظه أيضا فله زوجتان كل زوجة على كل زوجة سبعون حلة يبدو مخساقها من ورائها هذا ليس لبنا أو ليس بياضا ده أبيض من اللبن أبيض من إشراقة الشمس نعرف من رزقه الله جلال فعلا بياضا بياضا حقا مع أن البياض الأمهق البياض الذي فيه حمار هو الذي يكون أخاذا لكن أقصد هنا للصفاء أنت عندما تعرف بياض المرأة أو يكون للمرأة نعومة خاصة وهذه التفارغ بينها بين الرجل البياض أيضا يسري هذه النعومة البياض يكون أبيض من السلج يسري نعومة المرأة في هذا الباب ويجعل لها بريقا لمعانا في العين قبل قبل نعومة الملمس في هذا الباب إذن قال يبدو مخساقها من ورائها فكل زوجة سبعون حلة يبدو مخساقها من ورائها هذا هذا وصف يصفى الله لمن يجعله الله جل فعلا لل الذين يتخلون جنة لا سيام الشهداء لا سيام الشهداء وهذه منقبة لهؤلاء الله جل وعلا قال أعددت لعباد الصالحين ما لعين رأت ولأذن سمعت ولخطر على القلب بشر ما رأيت ما رأيت أو قال الله جل فعلا عددت العباد يا الصالحين ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ففي الجنة أمر عجب قد كافأ الله به من باع نفسه حقا لربه يوم القيامة نسأل الله جل فعلا أن جعلنا جميعا وقفا لله نسأل الله أن يحرر قلوبنا من الدنيا وأسر الدنيا وأسر طلب الدنيا وأن يجعل ذلك ويجعل ذلك رب العالمين إخلاص رجل الكريم رد أراد به العلو الله ما جعلنا كذلك وجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى لا ننزل عنها أبدا ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي تربي وبارك على شيخي النبي للغلق والضاحى المحيا